أكد أشرف سلمان وزير الاستثمار أنه تم إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقع مع المستثمي الإماراتي محمد العبار خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء إلغاء التعقد هو التأخر في الإجراءات التنفيذية التي كان من المقرر أن تتخذها الشركة لتحويل المذكرة لعقود تنفيذية أضاف الوزير في تصريحات الله وعلى هامش مشاركتي بمؤتمر اليوروماني أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول كمطور لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة لافتا إلى أن الحكومة تنظر في الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية للتصميم المشروع على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها